ايه المشكلة لو اجلنا اجلت ايه الدولي خلاص اجل بقى بص اقول لك حاجة اجل ايه المشكلة في ايه القرار دي بالذات يا كريم بتاع التأجيل اعرف اللي عمر الكورة المصرية محيتصلح لها هو انا حاجة على المنتخب على فكرة مش عشان المنتخب ايه لا انا انا ليه بقى مش منتخب اللي انت حتفضل بقى يعني انا بالنسبة لي عايز تأجل انا اي حاجة في مصلحة المنتخب انا معها فاهمك لكن هي النقطة في ايه كريم المنطق نفسه بتاع التأجيل انت بقى تلعتلي بقى قبل كده البشاوات اللي كل يوم في التلفزيون بصراحة كل شوية بتاع والدورة هيخلص في اغسطس والدورة هيخلص في سبعة والدورة هيخلص في يونيو والدورة هيخلص في سبتمبر هنفضل في المال انا اي حاجة لصالح المنتخب لازم تحصل انا اقصد انه كده كده بايزة فهتيجي تقولي اصلاحنا كده هنختم الدورة في واحد تسعة بدر خمستاشر تمانية يا السلام ما هي كده 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 بايزة عشان منتخب مصر يبقى مصلحتو اهم بص يا كريم انا معاك في النقطة دي بس انا كان نفسي لا يا حبيب انت وهو الفرق دي في المنتخب اغبط دماغك في الحيط مش عايز واجع دماغ خلص انت انتب معلش بانا انا برضو هلعب بدور النادي هيقولك انت هتخدهم مني غزبا عني باي طريقة تمامية يعني هيقولك طب الله انا مش عايزة اكمل المسابقة دي ما تكملش طب الله انا ما كملتش يا عما تكملش يا عبوس فرقة ما تكملش يعني يا باشا يتطبق عليه انزل يا باشا درجة تالتة وتانية اي مشكلة يا باشا يقولك الحاجة اهل جدة ده قلعت الكقوس في السعودية نزلوا درجة تانية نزلوا كورة يعني لا انا بديك مثال يعني انت فهم يعني فيه فرق كتير كبيرة وتاريخ وبتاع وبتنزل عادي وارد انت فهمني ها هاسألك سؤال طبق اللي انت بتقوله ده بقى يا باشا في السعودية اللي بيحصل ده يعني انت كنت تتابقى مثلا مثلا يعني في الموقف الاخير بتاع نادي الزمالك انه مع ما حصل ينزل درجة تانية على فكرة عايز وقل حاجة انا بالنسبة لي الموضوع من الزمالك واهلي ومن الزمالك و انا اقصد انا نفسي يا كريم نفسي النظام يتطبق على الجميع اتفق معك بس انا بقى بالنسبة لي الكصة دي كلها اتفق معك الكبير كبير بتاريخه ببطولاته والتزامه حاسبني او اتعامل معي النهاردة مفيه حاجات الانديها برضه انا مش بحمل الانديها كل حاجة وما بقولش الكلام ده عشان انا منتمل لزمالك انا بالنسبة لي كنت ممكن مع قررانات زمالك بس بعد بعد ما رجع لعب مع فارق مع سراميكا طب انت عملت ليه كده من الاول يا اما تاخد القرار لو وصلتني اللي انا انزل تانية او تالتة بس انا عندي قضية وبتكلم فيها وبتكلم على حق اللي انت النهاردة المؤجلات كريم انا بقولك على مسئوليتي مطشاط اللي بتتأجل يعني مثلا ممكن يجيب لك ايه مثلا النهاردة الزمالك لعب مع فارقو خلال اسبوعين تقريبا مطشيل انت فهمني والاهلي ممكن يلعب مع الجيش برضه نفس القصة مطشيل وفارقو او والدخلاق والحاجات دي فارقو شايل الاهلي وزمالك 4 مرات حوالي عقل وانت النهاردة ليه كل حاجة الفرق الكبيرة وساب الفرق الصغير يعني فارقو ده نلعب للاهلي وزمالك 4 مطشاط في الاسبوعين وفين تكافؤ الفرص